السلام عليكم مشاورات أو مباحثات السلام اليمنية مراثون طويل لم ينجح في وقت نزيف الدم اليمني منذ أربع سنوات جولتان في جنيف ومثلهما في الكويت والعودة للمرة الخامسة للطاولة في جنيف أيضا برعاية الأمم المتحدة وبدعم دولي كبير أولى جولات المشاورات كانت في السادس عشر من يونيو 2015 حينها افتتح الأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون محادثات جنيف واحد وانتهت في التاسع عشر من نفس الشهر دون التوصل إلى حل بعدها بشهر واحد دعى بانكيمون إلى وقف إطلاق النار وبدء محادثات جديدة عندها اشترطت الحكومة اليمنية تنفيذ بناء الثقة وعلى رأسها إطلاق سراح المعتقلين وتنفيذ القرار الدولي 22-16 فيما اشترط الحوثيون وحليفهم صالح وقف العمليات العسكرية الجوية وفتح مطار صنعاء مقابل موافقتهم على الدخول في مفاوضات وفي هذا التاريخ تحديداً في الخامس عشر من ديسمبر 2015 بدأت محادثات جنيف اثنين في مدينة بيان السويسرية لكنها كسابقتها لم تنجح في التوصل إلى اتفاق فبعد خمسة أيام فقط من هذه المحادثات خرج الوفد الحكومي معلناً انتهاء المفاوضات في العشرين من ديسمبر المشاورات الأطول فترة استضافتها دولة الكويت وانعقدت على جولتين أولاهما في الحادي عشر من أبريل 2016 فجأة تعثرت المشاورات في السابع عشر من مايو حيث أعلن الوفد الحكومي انسحابه من الجلسة رداً على تراجع وفد الانقلابيين على الإقرار بمرجعيات التفاوض لكن وساطة قطرية وضمانات دولية عادت الوفد إلى المفاوضات التي تنتهي هي الأخرى دون حل بقي المتفاوضون في الكويت لأكثر من نصف شهر ثم استؤنفت المباحثات في السادس عشر من يوليو وانتهت في السابع من أغسطس دون التوصل إلى حل أيضاً مر عامان إذن وعاد ماراثون المفاوضات إلى الواجهة من جديد وفي جينيف أيضاً يجتمع الإخوة الأعداء بحسب رئيس الوفد الحكومي خالد اليماني فإن هذه المشاورات لن تكون مباشرة إلا إذا حققت تقدماً وستركز على قضايا بعينها على رأسها ملف الأسرة والمعتقلين وكذلك ميناء الحديدة ورواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الإنقلاب أمام هذه الجولة الجديدة من المشاورات لا يعرف اليمنيون إن كانت ستنجح في التوصل إلى حل ينهي مأساتهم أو ستعبر كما عبرت سابقاتها فهذه الوجوه اليائسة تبدو متبرمة من أخبار جينيف تعنيها فقط أخبار العملة الوطنية وأسعار السلع الأساسية بعد أن باتت الحياة متورطة بسعر الصرف الذي تخطى عتبة الستمائة ريال للدولار الواحد